عواد. عواد واقف جوا الجون. يعني انا مش واضح افهم برضو ان ماشي هي كرة عرضية بلونية ما طلحتش عواد. ماشي. انما انت تمركزك ازاي عشان تصدر كرة. مفيش حارس بيقف في جوا الجون حرفيا. تعال نشوف صور الهدف التاني. عواد واقف جوا الجون بالمعنى الحرف الجون. عارفك او عملها في القاء بيراميدز اللي خلص في عزيزة. اه انت بشتولها مجازا يعني ان هو اكنا واقف جوا الجون. نا هو جواف جوا الجون. هتقولنا الصورة يا شباب. اه الصور بتاعت عواد. ده ارقام طبعا فتوح كان اكثر اللي عبين فقدانا للكرة مع سيف الجزيرة طب ده مهاجم. انها فتوح ان انت تفقد الكرات. برضو ده عدد كبير. هات بقى اللي بعدها الصور بتاعت الهدف التاني نازل البركان. فين عواد. رجل اليمين فين. حرفيا جوا الجون. يعني الكرة بتتعامل هو ما طلعش على العرضية. اين اللي موقف عواد جوا الجون. انت لو اخت خطوة بدري. الكرة كل ما هتقرب للجون هتبعد. انت لو اخت خطوة بدري هتقرف تتعامل مع الكرة دي بمنتهى البساطة. بريبة بصراحة الصورة دي جد. يعني ده رجل جوا الجون. حرفيا رجل اليمين جوا الجون. هات الصورة اللي بعدها. اه? هو بيعمل التراي. انت لو جات في ايدك دلوقتي ما انت جوا الجون. اهو رجل رجل اليمين جوا الجون. انت ما خلاص. انت لو عملت التراي ما هو ده الفكرة. الكرة منها ضعيفة. انما دخلت لانه تمركز عواد. لو عواد خطوة بدري. كانت الكرة ما بعيدتش. كان يعمل التراي كان يبقى قريب من الكرة. يعرف يطلحها. مش يدخل بيها المرمى. لانه واقف. ت مركزه كان سيء جدا جدا وللأسف زي ما قلت احنا لو الناس تفتكر التلات أهداف في بيرامج سيمي فاينال كاس باصر الأخير التلات أهداف عودت كانت مركزه على خط الجون أو جوه الجون حظي